مسلسل موضوع عائل ملخص الحلقة السادة اللي بتبدأ بإبراهيم وهو هواخد حسن وكمان بنته صارة على مرسى علام وكان مشغل أغاني كده معجبتهمش والقاعدة كمان معجبتهمش وكان ماشي بطيئ جدا فصارة اضطرت انها تاخد منه وتنام علشان تصح تلاقي نفسها ووصلت وخلاص إبراهيم بيوصل الفندق هو وحسن وكانت صارة نايمة على نفسها جدا طبعا بيغلبهم المدير شوية عبال ما يعمل له من التشيك ان وبيبقى متدايق جدا وبيقول له خلصنا يا عم احنا جايين تعبانين وصارة زي ما انتو شايفين نايمة على نفسها وتعبانة جدا من لهم بعد كده قاعدين بيتكلموا وصارة مع حسن وبتقول له قد ايه ان هي وحيدة ومالهاش اصحاب وبيقول لها حسن انت مسألتش على ابوك قالت انها مسألتش عنه ولا حتى تعرف اسمه علشان خاطر عرفة العمال بتاحته اللي عملها في امها لكن بيقول لها كان ممكن ان انت تسألي عنه او كان ممكن مسلا الكلام اللي اسمعته ده يبقى غلط فقالت اصدق يعني ان جدي كداب قال لها لا قالت له غير الموضوع ماشين طبعا مع بعض ويعني حسن كده شكله معجب بيها وبتتكلم على انها يعني ملكة لجميع او معظم الفنادي اللي موجودة وبتستأذن منه وتروح على الاوضة بتاعتها حسن شكله معجب جدا بيصاره فبيحلم كده ان هي معايا وعمالين بيرقصه وكانت في اغاني شغالة في الخلفية وكانوا مبسوطين جدا مع بعض لكن بيلاقي نفسه في الاوضة مع ابراهيم خالو وبيشوفه طبعا ابراهيم بالوضع ده وبيقوله عايز ايه بيقوله لما فيش حاجة بس بعدلك المخدة اصل التكييف يعني كان عالي فبغطيك من نسبة الخالد اللي قاعد بيتكلم مع سامح مدير البنك عشان قاطر يديله كارد تاني لكن بيقوله مش هينفع غير ما تسدد الكارد اللي عليك الاول قال له طب انا اعمل ايه ما ديك شايف الوضع قال له ان شاء الله حتى يعني تبقى انت المدير بايي شكل حتى لا حتزور فطبعا قال له ازور قال له اه نجلة مراته بتدخل وبتتكلم معاه ان واحدة صاحبتها شافته مبارح اخوها شافه مبارح وهو قاعد بيلعب امار في مكان ما وطبعا كانت متضايق منه جدا وقالت انها صبرت عليه كتير وقال ان ده ما ينفعش وانه خسر فلوس كتير جدا وانها وقفت معاه ودات له كان فرصة قال لها ما تيجي ناكل اما ابراهيم اللي بيروح علشان خاطر اللي يروح طبعا الفندق اللي هيشتغل فيه ويعمل اليفنت المهم ده وبيستقبله طبعا الناس البوديجاردس وبيقول ليه كل ده بيقوله طبعا واحد ان فيه صفر مهمين جدا جايين بيعرفوا على الشيف الفرنساوي وبيتكلم معاه بانعارة كده وبتناكة وكمان لقى الاكل بايز وكل ده طبعا الشيف بيعمل فيه كده علشان خاطر متغاز منه جدا لكن بيقولوله طبعا لازم تتصرف ويجيب اكل تاني عشان ابراهيم يطبخ اما بالنسبة لصارة اللي كانت مبسوطة جدا بوجودها مع حسن وبيعمل لها خطة كده علشان يعملوها مع بعض وبتكتشف ان الفندق ده بتاع جدها وطبعا المدير فضل يعملها كويس جدا خاصة بعد ما عرفته ان هي الملكة دي الفندق ده وده احد الفنادق اللي تملكه وبيقول لها على المكان الموجود في الكايت سيرفنج وطبعا بتاخد بتاخد حسن معاها اللي ادعى ان هو بيعرف اللعبة دي وعرفها كويس جدا وبتفضل تصوره صاره وبتضحك عليه لكن الوضع طبعا يباين ان هو ما يعرفش اي حاجة فيها كمان طالع بوشه احمر جدا ويهرش فيه وفيه اصابة جامدة في وشه وبيتضح لنا انه فيه حاجة اسمها الرستا هي اللي عضته فالمفروض ان هو ياخد حقنا اما بالنسبة لابراهيم اللي شغال في الفندق وعمال بيعمل الاكل بتروح صار معا حسن في فندق تاني ومش بيعرف طبعا حسن الفندق ده موجود في ابراهيم وبيعرفوا ان الفندق ده جايين فيه رؤساء مهمين جدا وان فيه شيف جايبين من مصر عشان يطبخ الاكل طبعا اول معارف كده حسن اتصل بابراهيم على شخاطر يقول له لكن مفهمش اي حاجة منه فضل يقول له يلا نمشي لكن مفيش فايدة طبعا ابراهيم جاي يقدم الاكل وحسن واقف وعمال بيشوله وبالسكينة بيقوله امشي امشي لكن طبعا هو مش فاهم اي حاجة وجاي بيقدم الاكل بنفسه وفي نفس الوقت صارة كانت بتسلم على الرؤساء والوزراء اللي جايين دول بيعتبرها ملكة للفندق ده فطبعا ابراهيم اول ما شاف الوضع ده فالاكل انكب منه وطلع يجري وحسن وهو بيقول له اوعى امشي روح بعيد يا خالي ما تجيش راح زحلق ويوقع وهو مع السكينة على رئيس الوزراء فالناس فكرت انه هو عايز يقتله فبيمسكوه لكن بعد كده بيمسكوه لما بيلاقوه ان هو ما كانش قصده اي حاجة وانه تزحلق بالغلط بتسأل صارة عن اسم الشيفي اللي جاي من مصر ده لانه اكله حلو جدا وعجبها جدا لكن بيقول لها حسن ان هو اسم ابراهيم حتاتا ويجاب اي اسم كده من دماغه علشان خاطر ما تروحش تسأل عليه ولا تعرف هو مين بالزبط بتقوم تجيب حلويات وبيكلمه بيقول له انت ايه اللي خلاك تجيبها يا عندي هنا بتطلع واحدة سماع فريدة بتسلم على اب وبيقول لها انه فرحان جدا انه شفها لسه بيقول لها اهلا يا فريدة انا مبسوط اني شفتك لكن مرة واحدة هاجمت عليه ومسكت فخناء وعايزة تقتله الكل طبعا بيدافع وبيتحاول صارة انها تبعدها لكنها كانت مصررة انها تقتله احنا طبعا مش عارفين من دي وبتخلص الحلقة على كده وحنعرف من دي الحلقة الجاية وده كان ملخص احداث الحلقة السابقة من مسلسل موضوع عائلي متنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم على خير باي باي اشتراك في القناة علشان